السلام عليكم على طول بحركة بسيطة جداً الحاجة اللي انت اخترتها دي وتحطها في المشهب بتاعك وتعمل رندر مش كده كمان لا المشاكل اللي احنا بنقابلها في الكواليتي بتاعة الموضلز اللي احنا بنجيبها بتكون ضعيفة فبتخليه للرندر النهائي ضعيف لا الموضوع ده مش موجود هنا نفسها مستعينة بالشركات الكبيرة في عمل عشان تقدر تدينا افضل حاجة وده الترند اللي جاي عامة يعني كمان شوية كده مش هتلاقي نفسك محتاج تعد تدور على بلوكات لا كله هتلاقيه حاضر معاك وانت شغال أوريدي في الثريدي ماكس وكل ده هدفه ايه هدفه ان انت تفوكس وتركز على الدزاين وتقلل ملهدك بتاعاتي الحتة التكنيكل يلا بينا عشان كلنا نقدر نشغل الفيراي كوزموس من خلال الخطوات المبسطة اللي انشوفها مع بعض معاكم المهندس محمد جمال وانت بتتفرج على سلسلة The Way to Practice V-Ray أول حاجة محتاج تعملها ان انت هتلوجن على البراوزر بتاعك هتلوجن بالجيميل وغالبا كلنا بيكون فاتحين الكروم فعملين لوجن بالجيميل هتخش على cloud.keys.com وتيجي هنا تعمل هيسألك عن طريقة هتقوله كمل بالجوجل أكاونت بتاعي هتكمل بنفس الجوجل أكاونت هياخد منك بيانات صغيرة كده فهتقوله تمام هتقوله create account بكده انت عملت على دي اول خطوة انت محتاجها عشان خاطر حضرك تقدر تفعل بعد ما عملت على هتيجي هنا تروح فاتح تقوله تروح داخل على بتاعك وهدوس account هتروح داخل في الخانة بتاعة الباسورد وهيقولك حط باسورد فطبعا انت هتحط باسورد واتبر الباسورد بس اهم حاجة ان هي ما تقلش تقريبا عن 12 حرف بعد كده هيقولك لو عايز تعمل update لها لو عايز تسيبها زي ما هي it's okey يعني خلاص الباسورد اللي انت حطها في الاول هي اللي بقت موجودة معك طيب دلوقتي انت هتفتح عندك وهتيجي هنا على الخانة هتلاقي تحت في هتروح فاتح هتروح جاي هنا عامل في هتيجي هنا تروح حاطة الايميل بتاعك وفي نفس الوقت هتحط الباسورد اللي انت عرفه بعد كده هتقوله هو automatic عمل خلاص هقوله safe بكده انت هدقي الاكاونت نزل على طيب حلو قوي اعمل ايه بقى ايه باش موند استعلوا بس نتعرف كده اللي موجودة عندنا احنا عندنا فيه جهزة تقدر تختار على طول سواء يعني هتلاقي سهل ان انت تختار النوعات اللي انت عايزها لو بصيت على هتلاقي هنا في وخلي بالك ازا كانت او محتوى بتاع انت حاسس ان هو مش كتير قوي زي ما انت عايز بس نحط في دماغنا ان اللي هتحصل بعد كده هتبقى في دي فهو موضوع مهم قوي هتلاقي هنا موجودة عندك هتلاقي هنا هتلاقي هنا مصنفين سواء وطبعا الكواليتي بتاعتها كويسة بتقدر تشتغل بيها في عندك مختلفة شوية في ازيد وفي ما يشبه في نفس الوقت فيه على طول في طب ده كده احنا تعرفنا بسرعة على الحاجات اللي موجودة عندنا ونقدر نختار ما بينهم مفيش مشكلة لو انا عندي مشهد ومحتاجي ااخد حاجة من الحاجات دي اخدها ازاي انت بتيجي تعمل على الحاجة اللي انت عايزها انا قلت والله هياخد هنا الكناب اللي موجودة عندي هياخد حاجة معينة فكل اللي انت بتعمله اول خطوة ان انت بتطلب تعمل للمواضل ده عندك على الجهاز بتاعك ان انت بتعمل بيبقى الموضوع سالس قوي معمول عليه كده بالازرق خلاص يعني هو معمول ممكن على طول اي حاجة انت عملها تعمل لها في السين بتاعك فانت هتليها نزلت عندك في المشهد لو جيت بصيت كده هتلاقيها اهي موجودة ممكن احركها عادي واشتغل عليها هنيجي نحط دي هنا كده ونقول خليها لي في السين بالمنظر ده نفتح تاني ونشوف انا عايز ده فهقدمهاي الحاجة المعمول لها خلاص وخلي بالك انت الحاجة تعمل لها بتفضل موجودة عندك على طول تقفل البرنامج تبتاحه وانت هتلاقي الموضل زي موجودة عندك جهزة طب تعالوا نشوف نختار طرابيزة هاخد الحاجة المعمول لها ده ونلود عندي بعد كده ممكن ناخد شوية خلي بالك برضو عندك هنا ممكن تختار بكلر لو انت شغال على معينة لو انت محتاج في الانتيريور او محتاج في الاكستيريور تقدر تحط ويفلتر ويجيب لك منها الحاجة اللي انت محتاجها تكون في اعتبارنا ان اللايبري بتزيد يعني انت هتلاقي كمان شوية انت مش محتاج حاجة من برا هاجي اعمل داونلود هنا انت لو حابب تشوف قطعة معينة يعني هنشوف القماش ده ممكن تدوس عليها بيبان لك المش وبيبان لك الشكل بتاعها ممكن تعمل امبورت على طول امبورت هتتحط في الزيرو زيرو في السين بتاعك او اعمل لها وطبعا اسهل حاجة نقدر احطها وتقدر تاخد الحاجة اللي انت عملت لها هبليس الجزء ده هنا نرجع تاني عايز اصيرش لو انا عايز اصيرش بكي بورز فانا ممكن اكتب هنا اخطر فازا مسلا هتلاقي شكل الفازات يمكن مش كبيرة كمية زي ما احنا قل بس مع كل او مش كل او ديت شوية كده هنلاقي فعلا الموديلز عددها زيت بكمية كبيرة جدا عاجبني جدا حتة لو جيت هنا محتاج حاجات كده شكلها ظريف حاجة على طول اوكي نيجي نبص على هشوف من المعمول دا عندي ممكن نبعناش برضو حتة والموضوع العزيز جدا حتى متحددة يعني سهل جدا ان انت تسكيل ما غير ما يحصل مشاكل هعمل نشوف سجادة اوكي في حاجات داونلودت فهتراك دروب على طول تمام يبقى من الواضح كده زي ما احنا شايفين خلاص احنا عندنا الحاجات دا براوزر تقدر تشوف الموجود وفيه بتحصل على طول عايز تخش مسلا وتتفرج على مين العمل الحاجات تي فانت هتلاقي هي من اكبر الشركات قريدي سواء الموضلز او الماتيريالز الماتيريالز زي ما احنا شفنا كده هتلاقي فيه ماتيريالز موجودة فنفس الكلام برضو في الماتيريال هتيجي تعملها داونلود وتقدر تدراج دروب على طول او ترميها في الماتيريال ايديتور يبقى بكده الموضوع بسيط جدا من الحاجات اللي انا استغربتها ان فيه ناس كتيرة مش عارفة تشتغل بالكيوس كوزموس عشان خاطر مش عامل بس مجرد اكاونت على الرغم الموضوع بسيط او انت بتعمل اكاونت وبتقدر بعد كده تشتغل عليه دايريكت هجي اعمل رندر ونشوف مدى وقعية الحاجات دي في السين عندنا طبعا زي ما احنا شايفين من رندر هنلاقي ان فعلا احنا ممكن ما نحتاجش بعد كده لحاجة تاني خارجة عن البلاجين يعني وازاي تقدر تجيبها بكل سونة من البراوزر فانا شايف ان من المهم جدا ان احنا ننتبه للجزئية دي فانا شايف ان الموضوع مهم جدا ان احنا نتعامل مع الاسيتس اللي موجودة في كيس كازموس واتمنى نكون استفادنا من المحاضرة الصغيرة دي وما تنساش تعمل سبسكرايب وعايزين نعمل شير للمعلومة الصغيرة دي عشان كله ينتفع بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته